مساء الخير عاملين ايه رب تكونوا خير اهلا بكم في الدرداشة المسائية بتاعتنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم على ممارسة اليوجا اليوجا من الحاجات المهمة جدا جدا للانسان بجد بتفرق جدا معكم وزي ما قلت لكم قبل كده انا بكلمكم دايما عن تجربة انا بمارس اليوجا بقالي سنين طويلة رحت كتير قوي اماكن بعمل هناك يوجا ولكن في الفترة الاخيرة انا عن شغالي ودخول التزامات تانية في حياتي ما بقتش اروح بس ما استغنيتش عن اليوجا في حياتي بقت جزء لا يتجزق من حياتي اليوجا للناس اللي ما يعرفوهاش كويس ناس كتيرة بتفتكر ان اليوجا ده مديتاشن بس تأمل بس يعني وده مش حقيقي بالمرة يعني اليوجا جزء منها بس تأمل اللي هو الناس اللي بتقعد كده وبتقعد تسمع وثيقة هادية وبتصف زهنها وخلاص على كده لا اليوجا في جزء منها علاجي وهي اليوجا العلاجية يعني بتعالج مشاكل الظهر والاكتاف بصوا اليوجا بتدخل في كل حاجة في حياتنا يعني هقول لكم على مثل انتو مثلا وانتو قاعدين في الشغل قدام المكتب على المكتب يعني قدام الجهاز الكمبيوتر وبتنسوا نفسكم لا لو مارستوا اليوجا او اتبعتوا التعليمات بتاعت اليوجا او دخلتوا اليوجا في حياتكم هتعرفوا ان انا لازم كل نص ساعة لازم اقوم من على الكرسي ما ينفعش انها نعود لان الفقرات اللي تحت في الظهر يعني بتضغط على بعضها فبالتالي بتعمل لنا الام اسفل الظهر وفيه الام بتجيلنا هنا في رقبتنا والام في رجبتنا والام بصه كل اليوجا دخلة في كل حاجة في حياتنا فاليوجا في ويدها كتير جدا 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 وهنتكلم عليها النهار ده اهم حاجة اه واول حاجة ان هي بتخلصنا من التوتر اه اولا لا يعني هي احسن حاجة لها ان احنا نمارسها طول اليوم اول ما نقوم الصبح قبل ما ننزل شغلنا وقبل ما نكمل يومنا بقى حتى لو احنا بنشتغلش بنشتغل في البيت يعني اه قبل ما نبدأ كده بنصفي ذهننا ومننشط جسمنا ونجرد دورة دموية في جسمنا بسبب التمرينات اللي احنا بنعملها اول ما بنسر وبتعدل مزاجنا جدا تخيلوا كده انت اول ما تقوم الصبح بتمرسي اليوجا وانت في هدوء اه بتخلي اليوم يبدأ بجد من غير توتر فهي ده مفيدة جدا جدا للتخلص من التوتر وتصفية الزهن قبل النوم بتساعد على النوم جدا بتخلصك من المشاكل ومن التوتر ومن الضغطات من كل حاجة اه بتقابلها طول اليوم حتى انا نسيت اقول لكم برع في في الدردشة بتاعت القرق على اه ان اليوجا من اهم الخطوات والحاجات اللي انت لو عملتيها ومارستيها هتفرق معاك جدا جدا في النوم بجد اه اليوجا يوجيت قبل النوم دي تحفة جدا اه اوقات كتيرة جدا انا طبعا يعني معظم الايام ملتزمة جدا باليوجا طول اليوم وخصوصا اللي بعشقها اليوجا بتاعي تقابل النوم اولا ما بتخليني شمسك الموبايل خلاص انا فيه وقت قبل النوم ده اليوجا فبتخليني صفي زهني اتخلص من التوتر ساعات كتيرة قوي قوي بيبقى عندي الام شديدة من الوقفة طول النهار والجري والقعدة قدام المكتب والحركة الكتير والحركة الغلط مش الحركة الصحة طبعا فباجي علي الليل وبلاقي كل جسمي واجعني عارفين انتو الاحساس ده لما تلاقي كل جسمك واجعك فيش حتة في جسمك مش واجعك اليوجا اللي بعملها قبل النوم بجد سحر بتخلصني من كل التيبوسات والاشتباجات اللي بتحصل في جسمي بتفكك لي كل حتة في جسمي وبتخلي جسمي مسترخي وزهني مسترخي لان انت غصبا عنك اليوجا بتخليك تركزي مع الحركات اللي انت بتعمليها فبالتالي هي كمان بتقوي التركيز يعني دي حاجة مهمة جدا كمان هي بتخلي تركيزك في كل حركة انت بتعمليها يعني مع الوقت هتلاقي نفسك مستحيل تفكري في حاجة وانت بتمارسل يوجا لانها بتكبرك ان انت تفكري في كل حتة في جسمك ازاي بتسترخي وازاي الحتة دي كانت واجعكي ودلوقتي بتادي تفك فمهمة جدا 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 للنوم والتركيز والتخلص من التوتر والتخلص من الام الجسم فيه يوجا خاصة بالام الرعبة يوجا خاصة بالام الظهر اسفل الظهر يوجا خاصة بالركب يوجا خاصة بالحود والام الحود يوجا خاصة بالصداع يوجا خاصة بالكولون انتو مش متخيلين كمية التمارين اللي فيها لو دخلتوا في الموضوع ده وحبتوه ومارستوه اكيد هتحبوه يعني اي حد بيمارس اليوجا ويلاقي حياته اتغيرت وحياته بقت احلى والالام اللي دايما عنده والتكدسات اللي بتحصل في الفقرات عنده من خلال شلنا مثلا لحاجة غلط عادتنا زي ما قلت لكم قدام المكتب باستمرار العادات الغلط اللي احنا بنمارسها طول اليوم سواء من شيء سواء من انت بتسرحي قدام الكمبيوتر وتقعودي كده بالساعات ما بتقوميش مع اني ده الغلط المفوض كل الناس ساعة تقومي تتحركي عشان تتفك فيك كده جسمك فاليوجا بتخلصنا من كل الحاجات دي لو كتبتي يوجا للحاجة الفلانية تخشي تلاقيها زي ما بقول لكم يوجا للصداع يوجا لكل آلام وكل آلام بتحسي بيه في الجسم هتلاقي ليه تمارين معينة في اليوجا اليوجا بتعمل توازن في حياتك يعني جزء بيبقى فيه ضغط وشغل وتوتر والتزامات وحاجات كتيرة من دي اللي توازن ولي بتعمله اليوجا ان هي بتصفي للك كل ده بتصفي ذهنك من كل ده بتحسن مزاجك وبتصفي ذهنك وبتبعد عنك التوتر والآلام اللي في جسمك فبجد اليوجا حاجة عظيمة جدا جدا لو اتبعناها ومارسناها بتساعدك كمان ان انتي تمرسي التنفس العميق اللي المفروض نعمله واحنا في زحمة اليوم وبزحمة الحياة كلها ما بنعملهوش يعني ما اعتقدش ان اي حد ما بيمارسش يوجا بيفتكر ان هو يعمل تنفس عميق اليوجا بتفكرك ان فيه حاجة اسمها تنفس عميق ودي لصحتك لان التنفس اللي احنا بنتنفسه السريع ده مش صحي لازم آآ بين كل وقت والتاني في اليوم تمارسي التنفس العميق ودي طبعا آآ حاجات كتيرة وطرق كتيرة وآآ وبجد مفيد جدا 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 لصحتنا وآآ وسحة جهاز تنفسي والتنفس العميق بجد اللي هتفكرك ان انت تعمديه يوميا هي اليوجا اليوجا خلتني آآ ألجأ ليها بدل ما ألجأ للأدوية يعني آآ الاول كان لما ظهري يوجعني في وسط يوم الشغل مثلا او بالليل اوقان كان ممكن ألجأ ان انا اخد مثلا باصط للعضلات او مسكن لما الوجع يشتد لما يكون عندي آلام في القولون لما يكون عندي آلام اسفل الضهر كل ده الاول قبل ما مارس اليوجا من كم سنة كنت بلجأ للمسكنات والحاجات دي دلوقتي انا بلجأ اول حاجة لليوجا يعني اي حاجة بحس فيها بجسمي بطلع اليوجا الخاصة بالجزء ده اللي وجعني وبعملها على طول وسبحان الله يعني بجد بقيت عادة جميلة جدا في حياتي وبلجأ لها اول حاجة اول ما اي قلم بحس بي في جسمي حتى وسط النهار في الشغل في يوجا بتتعمل وتمرينات بتتعمل وانتي قاعدة على المكتب يعني اليوجا تقدر تعمليها وانتي قاعدة على الكرسي في الشغل وانتي نايمة في الارض وانتي نايمة على السرير وانتي قاعدة على السرير بتعمليها في اي وضع انت فيه. في يوجا لكل حاجة. فبقيت وسط الشغل اول ما بحس على طول ان اه ان انا رقبتي بتدت توجعني او اسفل ظهري بتدت توجعني بقوم على طول اما لو انا عايزة يوجا سريعة ووراي شغل كتير ومش عايزة اقوم بعملها او انا قاعدة على المكتب او اني آآ بقفل الباب وبفرد ظهري وببتدي اعمل اليوجا وهي بتاخدش وقت ابدا ده مجرد دقايق بتفك فكرة ظهرك رقبتك بتخلصك من الالام الصعبة بجد الام صعبة بتحسي بيها هتلاقي اليوجا آآ ضيعته لك. آآ فاليوجا من الحاجات ومن العادات الجميلة جدا جدا اللي آآ اتمنى ان كلنا نمارسها. آآ اعملوا كده وآآ قلولي رأيكم في التعلاقات وقلولي ازاي حياتكم اتغيرت بعد ما اتمرسوا اليوجا. زي حياتي ما اتغيرت كده. آآ انا بقدش يعني انا زي ما قلت لكم ما بقدرش دلوقتي استغنى عن اليوجا. رغم ان انا آآ بقالي مسلا سنة ما بروحش احضارها كساشنز في 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 اماكن بتعمل كده او المكان المفضل بالنسبة اللي كنت بروح اعمل فيه على طول. الا اني آآ رغم انشغالي بقت جزء اللي هي تجزأ من حياتي وبقتش قادرة استغنى عنها ودايما بلجأ لها زي ما قلت لكم اول حاجة لما بحس باي قلم او ضغط او توتر هي اللي بتصفيلي ذهني وبتخلصني من الالام اليومية اللي انا بحس بها. آآ يا رب دردش النهاردة تكون خفيفة على قلبكم وتكون آآ تكون واستفدتوا منها واشوفكم ان شاء الله في دردشة جديدة بكرة على خير از احياتنا ربنا آآ وتزوره على الالف خير.